السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من كنوات سرشاجي زيكم عاملينين لسه كده على الصبح وعايز اقولكم كده معجومة بسيطة جدا ان اغلبية الناس بتصحى من النوم الصبح ممكن ساعت ما بتخسلش سنانها ممكن تخسل سنانها بطريقة ممكن ما تبقاش كاملة اللي عنده نفس كريه هقولك ده من ايه دي كانت عندي زمان والحمده اللي عليك تاع انت بتصحى من النوم ممكن تخسل سنانك بالمعجون وتعملها كده وتطلع وتنزل وكل حاجة بس بتنسى حاجة بس وحيدة ودي بقى المفتاح السري في تنظيف الاسنان لسانك اخسل لسانك اللسان اللسان ده اللسان لو انت نايم على جنبك على بطنك على ظهرك بيجمع بكتيريا بطريقة مرعبة انت مش متخيلة ولما بتصحى من النوم حتى لو انت نايم مسلا مدة سبعة ساعة تلاقي لسانك لونه مسفرة لو جيت تخسله بالفرشة وجيت مثلا يعني تتفى اللي انت يعني غسلته ده تلاقي المكان اللي انت بتتفى ده لونه اصفر لونه بني اصفر دي البكتيريا فدي بتتكون على لسانك كتير اوي فانت ممكن انت كتير اوي ممكن لما تيجي تتكلم مع حد تلاقي من بعيد نفسه صعب اوي نفسه ببقى ريحته صعب اوي ده بيبقى من اللسان حتى لو انت ما عندكش معجون سنان حتى لو انت ما عندكش معجون سنان بفرشة عادية انا ساعد بن ببصحة من النوم بتبقى فترة اه لفترة كده سنانك بتبقى لفترة معينة اه ممكن تشيل بكتيريا بس مش قد اللسان اللسان بيبقى اه بيشيل بكتيريا بطريقة مرعبة فحاول او ما تصحى من النوم اه لو انت مسلا نازل رايح شغل ولا حاجة اغسل سنانك وبعد كده طلع لسانك واغسله انا وصلت المرحلة انا بتغسل اللساني بالمعجون فحاولوا انكم تغسله سنانك بس كده اه وكان معكم محمد تحسين دي معلومة كده على الصبح كان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك شكرا جدا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة